الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد يتساءل البعض قائلا في امتحانات الدنيا متعودين أننا نأخذ منهج أو كتاب نذاكر المنهج أو كتاب والآخر يجينا سؤال أو أكثر في الكتاب اللي معنا أو المنهج بتاعنا لكن أنا فهمت أن في الآخرة الموضوع مش كده في الآخرة أن الكتاب أنا اللي عمله الكتاب ده هو محتوى كل اللي أنا قلته وكل اللي كتبته وكل اللي عملته الصغير منه والكبير فأنا حسابي اللي فهمته أن الكتاب ده هو اللي هيتوضع في الميزان الحسنات أو السيئات وإذا كان الأمر كده فأنا محتاج أفهم ما السر أو القانون القرآني اللي ممكن يساعدني في ضبط التعامل مع الكتاب ده علشان نقدمه يقبل عشان يوضع في الميزان الحسنات عشان نتجنب الخسارة فيه لأن ما فيش هناك دفاع ولا مراجعة تاني ولا ملاحق فيه فمن ثقلت ومن خفت فكيف أضبط الكتاب لأنجو يوم الحساب ما القانون الذي يعيني الإنسان على ضبط كتابه لينجو وقت حسابه هل القرآن عطانا سر يبقى مفتاح للنجاح نعم القرآن كما ضبط حياتنا فضبط مستقبلنا عند ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قوانين النجاح قوانين الفوز قوانين النجاح في الحساب ها والله كده القرآن اللي احنا بنقرأه وضع لنا وضع لنا قانون عجيب ولما نفكر في الآيات كده تجد سر عجيب جدا يمكن أول مرة تأخذ بالك منه الكتاب ده اللي انت كتبته أو كتب عليه واللي انت من يوم ما كلفت وكل حاجة بتتكتب فيه إن كنا نستنسخ وما كنت نعملون ربنا سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة عجيبة جدا قال تعالى من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها وفيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وفيه من جاء بالسيئة كبة وجود في النار أنا أقف وأقف معك عندي القانون من جاء من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة يعني إيه؟ يعني الوزن هيبقى للحسنات الحسنات مش اللي أنت عملتها الحسنات اللي أنت حفظت عليها في الكتاب لغاية ما تحطت في الميزان والعقوبة مش على السيئات اللي أنت عملتها القانون حساب على السيئات اللي أنت عملتها وفضلت محافظ عليها لغاية ما تحطت في الميزان من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة ساعتها؟ نحن عارفين أن كل حركة وكل شيء أحصيناه كتاب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كتاب ده منتج كنت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء إن لو تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا طيب ما الكتاب في إيدك هلقى؟ بس خلي بالك أنت ممكن تجاوب الإجابة الصحيحة وتعمل الحسنة المحترمة اللي تفوز تخليك تفوز في الجنة وبعد كده تقطعها وترميها أو تكتب الإجابة في فرقة خارجية وما تروحش مع الكتاب في الميزان يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن تعمل حسنة تعمل صدقة تعمل زكاة تعمل جهاد أي حسنة لكن لا تستطيع المحافظة عليها حتى تلقى الله بها إزاي الحافظة عليها؟ يعني لو الحسنة اللي قمت بها دخلها الرياء قبلها أو أثناءها أو بعدها راحت راحت بس لنا بصوم ليأد كده بصو أصلي ليأد كده مستقيم خلاص إذا دخل الرياء خلاص ولقد أوحي عليك والذين من قبلك لئن أشركت ليح بطن عملك عشان كده قالوا من علامات الإخلاص أن تكتم الحسنات كما تكتم السيئة تكتم الحسنات ما حتى تشوفوا حتى تعرف عنها مخبوقة كده في السرل كده تنمو عند الله سبحانه أن يكتم الحسنات كما يكتم السيئة أشتبقى ما بناس قاعد تقرأ في المصحف وحتى تصع لك في التليفون تفتح التليفون وإلا قد جئناك وإلا هخلص بس نورد وإكلمة كان بعض السلف كان إذا دخل عليه أحد ويقرأ أغلاقها مصحفة كتمان الحسنات حتى تكون سري بينه بنا ربنا سبحانه كما يكتم السيئة دي من علامات الإخلاص أو أنه يكون عمل حسنات لكن في مقابلها عمل سيئة في حقوق الناس كتير فالأسف يروح من غيرها النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الرسول المفلس ما الذي نرى له ولا ذره؟ قال لا المفلس لما قيس تانية في الأخيرة معالم الإفلاس مختلفة في الأخيرة المفلس من أتى بصلاة وصيام وزكاة وقرآن لكنه محفظ صلى الحسن من جاء بالحسن لم يأتي به ولكنه أتى وشتم هذا وسفك دم هذا وهاتك عرض هذا واغتاب هذا إذن الناس لا عنده حقوق فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته لأنه لا يوجد عملة لأنه لا يوجد عملة إلا الحسنات فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه فطلح في النار عفان الله وإياكم إذن النبي حذرنا صلى الله عليه وسلم إن أقوام من أمتي يأتون بأعمال أمثال جبال تهام وبيضاء حسنات مثل الجبال الجبال فيقول الله تعالى لها كوني هباء من ثوب لا حولها لا قوات إذن الصحابة انزعجوا جدا فقال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نكن منهم قال إنهم إخوانكم وأخذون من الليل كما تأخذون يعني لهم صلى وصيام وقيام وعبادات ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحالم الله انتهكوها إذا خلوا وعنده قرأة مع الناس جيد وممتاز وشكله جيد لكن إذا خلوا بمحالم الله ليس عنده خشية بالغيب فالخشية الحقيقية هي الخشية بالغيب لا شيء لازلت الخشية في الظاهر كانوا إذا خلوا بمحالم الله انتهكوها فحسنات أمثل جبال تهامة ضيع أي سرع من اليأوى الشرك إن الله لا يقبله من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهة سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركتاه لا يحبطن عملك ولا تكونن من خسرين فبأش همك فقط تعمل خير أن تحافظ على الخير نقياً خفياً حتى تلقى به الله سبحانه وتعالى حتى يوضع في الميزان تحافظ عليه تحافظ عليه من حقوق الناس ما تخدوش ولا تضيعه برياء ولا بنفاقه إحميه ده السروة اللي أنت تحاسب عليها وبالتالي حافظ على الإجابة سليمة وعلى عكس أي واحد يخطأ وخير الخطئين التوافون لكن أنت أخطأت سيب الخطأ موجود في الكتاب ليه حريص عليه ليه محتفظ به ليه فضلت شايله عشرين سنة ثلاثين سنة ثلاثين سنة يوضع في الميزان ليه من تعرف أن الحساب عند ربنا فمن يعمل مثخال ذرات خيراً ومن يعمل مثخال ذرات إن شاء الله يراه عاد في الحساب عند ربنا مساقيل الذر من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ليه حفظت عليها كانت عندك فرصة غير إجابة كانت عندك فرصة تمحو الإجابة كان عندك فرصة تمحو هذا الخطأ بوسائل كتير جداً لكن أنت رحت فلقيت اللي أنت عملته موجود ما تخلصتش منه فمن عندكش فرصة حتى لإنكاره وإن أنكرتوا يوم تشهد عليهم ألزنتهم وأيديهم وأرجوهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينه والحق يوم إذن يوفيهم الله دينه والحق ويعلمون أن الله والحق المبين إذن يمكن الذين فهموا هذا القانون فهموا قانون المحاسبة جيداً عملوا على تطهير هذا الكتاب الذين فهموا هذا القانون جيداً عملوا على تطهير هذا الكتاب من السيئات ومن الذنوب فعندهم إدراك لا ينبغي أن يكون في هذا الكتاب ذنوب توضع في الميزان لأن الله يحاسر لا ينبغي أن تكون هنا حقوق تؤخر حتى الميزان وبالتالي يشتغلوا عليه عملوا على تطهير بماذا؟ بيعمل كثيراً أول حاجة بأنه إذا أزنب تاب ادفع بالتي هي أحسن السيئة أن يتبع السيئة بالحسنة على طول تاجح حسنة بعد السيئة فلما تأتي الحسنة بعد إن الحسنات يذهبنا السيئات شوف ربنا شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذكرين لما تعمل حسنات تمحو ثم التوبة يقول تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شوف كلم ربنا شوف فضل ربنا شحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم إذن اشتغلوا على الكتاب بالحسنات وذهبنا السيئات اشتغلوا على الكتاب بالاستغفار طوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار اشتغلوا على الكتاب بأنواع من العبادات لها ثقل وأعظم ثقل الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كل فضل ذكر الله تعالى لما تقرأ كعش أن تسقل الكتاب اشتغل معه بفن يقول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملآني ما بين السماء والأرض إذن أنا عندي وسيلة لتسكيل الميزان كلمتاني حبيبتاني إلى الرحمن ثقيلتاني في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنواع من الذكر كثيرة يعمل عليه الإنسان للنهار لتسكيل هذا الميزان هذا الكتاب ثم العبادات تذهب إلى الصلاة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح وكتب له بكل خطوة خطوة ترفع ضرجة والأخرى تحط عنه خطيئة إذن الكتاب يعمل لما يتوضأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه نزلت الخطايا من وجهه حتى تنزل من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه نزل خطايا من يديه حتى تنزل من تحت أصفاره فإذا مسح رأسه نزل خطايا من رأسه حتى تنزل من أذنيه إذن كل هذا التطهير المشي إلى المساجد الصلاة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا سنبت الكبائر أعمال في الموازين قراءة القرآن الحرف لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف حرف ولم حرف ولم حرف إذن نستطيع أن نعد الكتاب إعدادا جيدا بكسرة الأعمال الصالحة بكسرة الاستغفار بالمحافظة على المشي إلى المساجد بالصلاة في الجماعات بمحافظة على صلاة في أوقاتها بأذكار الصباح والمساء بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى بالصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النال سبعين خريفة بالصدقات الله تعالى بيبارك في الصدقات ويستثمرها وإذا تصدق أحدكم فإن تعالى يربي لأحدكم الصدقة كما يربي أحدكم فلوة زي من ربي الجمل الصغير حتى يكون مثل جمل أحد قلت على ويزيد الله الذين اهتدوا هدى المشي في قضاء حوائز المسلمين الحج والعمرة نبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبس الحديث إذن استخدموا وسائل عدة للتطهير والتنقية والرفعة عينوا على كتابه لأنه قرأ وفهم وعلم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك ليوم عليك حسيبا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون اللي اشتغل على الكتاب ربنا سبحانه وتعالى سيعطي هذا الكتاب مختص بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظمنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مصرورا لكن الغفل عن الكتاب وعن نظام المحاسبة وعن قانون المحاسبة فأول ما يأتي يندم يا ليتني يأخذ كتابه بالشمالة فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أقنع عني مالية هلك عني سلطانية قضوه فغلوه ثم الجحي المصر يأخذ كتابه بشماله فيندم ولكن لا ينفع الندم يا ليتني لم أوت كتابي يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كل الندم لا ينفع بل يتمنى أن يفتدي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظة الذي غفل عن الكتاب يندم بعد فوات الأوان الذي ندم على الكتاب وفاجأ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلتظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تثلى عليكم كنت بتقرأ القرآن وتعرف أنه في حساب وتعرف أنه في ميزان وتعرف من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فتركت كل هذا وأتيت بالسيئة تتبع السيئة ولم تأتي بحسنات كما أراد الله ومع إن الله تعالى يحاسب الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها من عمل سيئة فليجزي إلا مثلهم لا يظلمون من عمل صالحا من ذكر أو أنس أو مؤمن فأولئك أدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الفارق كبير العبرة ليست في تمكنك من فعل الحسنات إنما العبرة في المحافظة عليها من مخاطر الغياء ومحبطات الأعمال وحمايتها من أن تستنفذ في قضاء حقوق الخلق عليك فتصير يوم القيامة مفلسة ليست الخطورة في أن تقترف سوءا أو تكسب خطيئة وإنما الخطورة حقا في أن تحافظ على هذا السوء دون توبة أو استغفار أو تطهير حتى تلقى به الله تعالى عجبت لمن معه كتابه الذي سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة فيه دون أن يراجع ما فيه وأن يحاسب نفسه قبل العرض عليه وأن يجتهد في محو ما يدينه وتعظيم ما ينجيه كل اختبارات الدنيا تمتحن فيما كتبه غيرك وتسأل عما سطره سواك إلا محاسبة الرب سبحانه فإنك تحاسب فيها عما فعلت يداك ونظرت عيناك وسعت قدمك ونطق به لسانك وما أضمرت في وجدانك ما أحوج العباد إلى استثمار مع الله تعالى يدر عليهم من الحسنات بعد مماتهم ما يصد خلتهم ويرفع درجتهم ويجبر كسرهم ويثقل يوم القيامة موازينهم فلا تحرم نفسك من عمل أو مشروع يكون زادك عندما ينقطع عنك كل زاد إن أعظم بلاء قد يصاب به المرء في حياته أن يوفق لعمل الصالحات ويبتلى بعدها بمحبطات الأعمال ومفسدات الطاعات فيضل سعيه ويخسر آخرته إن شهوة خفية تتسلل إلى طاعاتك تسبب لك من الخسائر ما لا تستطيع فيروسات الأرض بأسرها أن تصيبك به إذن لابد أن نرتب علاقتي بالله سبحانه وتعالى وأعمل لهذه الساعة فما المعينات التي أستعين بها على ضبط الكتاب ليتناسب مع يوم الحساب أولها أن أحاسب نفسي أولاً بأول وأعمل لهذه الساعة كل كلمة أقولها ليتطلع في زال حساد ولا السيئات كل عمل خير أعمله ده سيبقى خلصاً لي تعالى ولا سيكون هباء منثوراً عمل لا يقبل ولا يرفض أتقن العمل لله سبحانه وتعالى حتى يكون يليق يليق أن يقدم بين يدي الله تعالى فكم من أعمال في الحساد لا تليق أن توضع بين يديه ولولا ستر الله تعالى ما قبل مننا عمل أصلاً يقول ابن العطاء لولا وجود ستره لم يكن عمل أولى بالقبول فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت نعم نحتاج إلى محاسبة المستمرة يوماً بيوم أحتاج إلى مراجعة خاصة في حقوق الناس لأن النبي حذرنا من حقوق الناس لا تسقط حتى بالاستغفار من كانت عندهم الظلمة لأخي فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم حقوق الناس تحاسع عليها تتقي الله لا تذهب إلى النوم وانت عليك فريضة لم تؤدها أو دين لم يقضى كل هذا لابد أو لم يكتب كل هذا يمكن أن يحدث لك مشكلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة الشهيد يغفر له كل شيء قال نعم إلا الدين صاحبه ويطالب به أيضاً من المعينات على ضبط المحاسبة الله سبحانه وتعالى أن أداوم على فعل الحسنات وأن أتفنن في الحسنات أتعرض لكل أنواع الحسنات للقرآن قراءة القرآن للفجر للإحسان للناس أتعرض 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 للطاعات تعرض لنفحات الله متى سيفتح لك قد يفتح لك في عمل لتلقي له بالا أمسك عليك لسانك من المعينات أمسك عليك لسانك لأن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان وسأل معاف حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن مؤخذون بما نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال من أخيرهم إلا حصائد ألسنتهم وكما في الأثر أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم لسانك وقيل الفرج والبطن المعد الأكل إذن لابد أن أؤكد على بعض هذه الوسائل المداومة الذكر مصاحبة الصالحين أستعين بهم على طاعة الله الأخلاء يومئذين بعضهم لبعض من عدوه إلا المتقين يا عباقي لا خوفنا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ولذلك الحسن بصري كان يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا إخواننا يذكرون الآخرة وأهلونا يذكرون الدنيا أن أدعو الله سبحانه وتعالى اللهم بيض لنا الصفحات وأغفر لنا الزلات وأرفع لنا الضرجات واصطرنا في الآخرة كما سترطنى في الدنيا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تهدي قلوبنا وأن تصرنا يوما نلقاك اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أن نأخذ كتابنا بأيدينا اللهم ارزقنا يا ربنا أن نأخذ كتبنا بأيدينا اللهم اجعلنا من الناجين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اطهر قلوبنا من الحقد والحسد وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعمالنا من الياء وطهر جوارحنا من المعاصي إنك سبحانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته